مرحباً أصدقاء إذا كنت تريد أن يكون براني سعيداً مع ديلاني مرة أخرى وأيضاً إذا كنتم لا تريدون أن يعاني ديلان وبراني من المزيد من آلام الطفل فلنضغط على زر الإعجاب ونشترك في القناة هل سيجتمع براني وديلان مع ابنهما ميران؟ هل سيتقبل ميران والديه؟ هل والدة هانجير براني الحقيقية؟ ماذا ستكون نتيجة اختبار الحمض النووي لميران؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم لن تصدق ديلان أن طفلها مات وستنطلق على الطريق الأدلة التي وجدتها ديلان هي أن ابنها لم يمت بالفعل بل على العكس من ذلك فقد اختطفته امرأة لذلك ستعلم ديلان أن ابنها لم يمت وستكون سعيدة جدا ستعطي ديلان هذه الأخبار السرة لبراني على الفور لكن بران لن يصدق ديلان أبدا ولهذا السبب سيكون هناك اختلاف في الرأي بين بران وديلان ستعلم ديلان أيضا أن ميران قد يكون في ماردين وذلك بفضل القرائن التي وجدتها ستلاحق ديلان ميران سرا من بران ونتيجة لذلك ستنتظر ديلان مخاطر كبيرة في هذا الطريق لأن ديلان سوف يقع في أيدي تجار البشر لكن لحسن الحظ سيعلم بران هذه المعلومات وينقذ ديلان لذلك لن تموت ديلان من ناحية أخرى سيعاني ميران كثيرا من الطفولة لأن هنجير المرأة التي اختطفت ميران ستعذب ميران دائما في الواقع بسبب هنجير سيتحول ميران إلى طفل يكبر مع الانتقام لأن هنجير ستظهر ديلان وباران لميران في الحلقة القادمة ستقول هنجير لميران يا حفيدي هذه المرأة والرجل قتلا والديك سيعتقد ميران أيضا أن باران وديلان قتل والديه في هذه اللحظة بالذات ستنتقل سلسلتنا من أراضي ماردين إلى أراضي اسطنبول لذلك سيبدأ مسلسلنا بالتصوير في اسطنبول مرة أخرى لهذا السبب ستواجه عائلتان عدوتان بعضهم البعض مرة أخرى لأن هنجير ستدخل قصر كارابي ستأخذ هنجير ميران معها إلى قصر كارابي سيحب بران وديلان ميران من النظرة الأولى وهكذا سيتم لمشمل ديلان مع ابنها لأنه بينما تخطط هنجير لفعل المزيد من الشر لبارانيو ديلان فإنها ستكشف الحقيقة بيديها ستجد ديلان أيضا التميمة التي كان يرتديها ميران حول رقبته عندما كان طفلا في غرفة هنجير وهكذا سوف تجتمع ديلان عميران لأن ميران سيخبر ديلان أن هذه التميمة هي آخر إرث لي من والدي ونتيجة لذلك سوف يعانق ديلان ميران ويقول أنت ابني أيضا سيجري بران على الفور اختبار الحمض النووي لميران ستكون نتيجة اختبار الحمض النووي إيجابية لذا سيلتقي ديلان وبران بميران بالإضافة إلى ذلك سيتم أيضا الكشف عن حقيقة هنجير فما هي هذه الحقائق؟ دعونا نجيب على هذا السؤال على الفور السر الذي تحتفظ به هنجير هو بالطبع أنها زوجة حسن لأنه في المقطع الدعائي السابق كانت هنجير بجانب حسن لكن فستان هنجير الأسود فقط هو الذي ظهر عندها قالت هنجير لحسن سأنتقم ممن فعل بك هذا كلام هنجير هذا ووجودها بجانب حسن أكبر دليل على أنها زوجة حسن بالإضافة إلى ذلك هنجير هي والدة بران الحقيقية لأن هنجير كان لديه عداوة تجاه آل كارابي قبل إصابة حسن تقوم هنجير باختطاف ميران من أجل ابنها الذي أخذ منها بالقوة بمعنى آخر طبقت هنجير العقوبة المتبادلة على عائلة كارابي ترجمة نانسي قنقر